نفقا لبيان صحفي رسمي ما فيش حاجة يا جماعة وما فيش اي مشكلة في مزارع الدواجن بالمنوفية طيب نروح منها للصحة النفسية وعلاج 690 مريض مد من حشيش خلال اول 7 اشهر من العام الحالي ده لقالت الدكتورة مونة عبد المقصود رئيس الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان قالت ان اعداد المتقدمين للعلاج من الحشيش المصنع المعروف علميا بالقنبيات المصنعة بلغت 690 حالة بالمستشفات التابعة للامانة وهو ما يشكل نسبة 4% من اجمال المرضى طالبي العلاج في الفترة من يناير لغاية يوليو في مرضى ما بيطلبوش العلاج او مش حاسين هما مرضى اصلا واوضحت رئيس الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان ان نسبة ادمان المخدرات بصفة عامة في المجتمع وصلت نسبة عادل 3.9% ونسبة ادمان القمب او الحشيش ده وصلت الى 2.9% فيما وصلت نسبة التعاطي لهذا المخدر 4.1% وذلك حسب البحث القومي للادمان لسنة 2016 لفتت الى ان نسبة الادمان في الذكور الى الاناس تبقى 7 ل1 طيب هنروح برس